رغم اننا سوينا فيديو مدة 55 دقيقة عن تريلر مدة دقيقة ونص تتوقعوا ان كذا غطينا كل حاجة الحقيقة لا في كثير اشياء ما لاحظناها واليوم راح نشارككم اياها ومتأكد انكم راح تنصدمون مثل ما انصدمت لما اكتشفتها كالعادة زر اللايك مهم جدا في هذه الفترة يا رجال غالبا ما اطالب لايكات لكن الفترة الحالية جدا جدا مهمة فشكرا لكم مقدما وخلونا نبدأ في اللقطة اللي ظهرت فيها البنتاني اللتاني ترقصاني في البث المباشرة هناك حساب اسمه زازا نوغيت كان يعلق في البث حق البنت اللي ترقص او البنتان اللتاني ترقصانه لما تأخذ هذا الاسم وتبحث عنه في الانستجرام راح تلاحظ ان حسابه تم انشاؤه في نوفمبر 2019 وغير اسم حسابه ثلاثة مرات لكن اللي راح يجذب انتباهك فعلا انه كاتب التاريخ التالي 1 ابريل 2025 زي ما تشوفون الامريكان هذه طريقة قراءتهم وكتابتهم للتواريخ سنة اليوم الشهر لذلك 1 ابريل 2025 طبعا الكثير استنتج انه هذه هي روكستار جيمز وانها تلمح لمعد اصدار جي تاي سيكس بهذه الطريقة الغير مباشرة من هذا الكلام لكن الحقيقة لا اساسا اساسا بمجرد ما انه ادم يغير حسابه ثلاثة مرات مباشرة راح اشك فيله لكن اذا كان اسمه من البداية زازة نقت من الممكن هنا افكر واقول ممكن صاح اوكي خلوني اوضح لكم اكثر واكثر واكثر طبعا 1 ابريل 2025 موعد اصدار منطقي ووارد الحدوث خصوصا انه تيكتو انتراكتف ذكرت انه ارباحهم في السنة التقويمية 2025 واللي تبدأ من ابريل 2024 الى مارس 2025 راح يحققون صافي ارباح تصل الى ثمانية مليار دولار واللعبة الوحيدة القادرة على ذلك هي جي تاي سيكس شخصيا يا اخوانا اتوقع انه الحساب من اوائل من رأى تريلر جي تاي سيكس المسرب قبل ما يتم نشره من قبل روكستار جيمز لذلك هو انتهز الفرصة وغير اسم حسابه على الانستجرام الى زازا نوغيتس ووضع هذا التاريخ على اساس انه فاهم ويلمح وانه روكستار جيمز او احد موظفيها ومن هذا الكلام لكن الحقيقة اخوان لا والف لا الادمي هذا ما عنده سلفة بل انه حتى الرقم او التاريخ اللي كاتبه ما اخذه من مكان ثاني طبعا خلونا اشرح لكم اكثر كلنا شفنا هذا التيشيرت اللي نزل سابقا في جي تاي اونلاين وسبب ضجة كبيرة وشكينا فيه بشكل كبير جدا وفي وضعه كذلك ولما تنظر للتيشيرت وتحللوا الان رح تلاحظ انه التيشيرت منذ فترة طويلة لمح لامرين الامر الاول هو موعد اول تريلر لجي تاي سيكس واللي صدق فيه فعلا وحقيقة وكان خمسة ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين الامر الثاني لمح لما يظن انه موعد اصدار جي تاي سيكس الرسمي واللي هو واحد ابريل الفين وخمسة وعشرين زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان فزازا او الشخص اللي حول اسمه الى زازا ملاحظوا هذا الشيء من قبل ما ينزل تريلر جي تاي سيكس وبما انه شاف تريلر جي تاي سيكس المسرب فاستغل الفرصة المناسبة هذه الانتهاز ذلك ونجح في ذلك بنسبة مئة بالمئة لذلك الامر يبدو منطقيا لنا الان شخصيا اشوفه يعني ما قدم اي حاجة جديدة فاساسا بدون زازة هذا اولريدي نعرف من تيكتو انتراكتف الشركة الام لروكستار جيمز انه جي تاي سيكس ستصدر في الربعة الاولة من السنة التقويمية الفين وخمسة وعشرين فما جاب شي جديد بل انه حتى موعده اللي حطه خارج السنة التقويمية الفين وخمسة وعشرين فرغم انه ما جاب شي جديد كذلك رمى موعد اصدار من كيسه من الممكن انه يكون غير صحيحة بل انه حتى من الممكن اني اشكك في موضوع التي شيرت ليش ما بين كل الارقام اخترت هذا الرقم فقط التي شيرت مليان بالارقام وبإمكانك انك تبني موعد اصدار جي تاي سيكس بناء على هذا التي شيرت او الارقام الموجودة فيه ناهيكم ايضا على انه كل الاحتمالات موجودة والتأجيل وارد عادي جدا يفتحون الطلب المسبق قبل نهاية السنة التقويمية الفين وخمسة وعشرين وفعلا تحقيق لهم ارباح الثمانية مليار ومن ثم يتم تأجيل موعد اصدار جي تاي سيكس الى منتصف الفين وخمسة وعشرين مثلا فاللي ابغى اوصله انه هذا الادمي يعني انتهز الفرصة فقط لغير لا روكستار جيمز تلمح ولا هم يحزنون واساسا اساسا نعرف ان موعد اصدار جي تاي سيكس رح يكون في الربع الاول من السنة التقويمية الفين وخمسة وعشرين اوكي نرجع للتيرلر يبدو يا اخوان انه المرايات الجانبية للسيارات في جي تاي سيكس اخيرا رح تعمل فعلا وحقيقة بشكل كامل مو مثل ما كان في جي تاي في فقط محاكا لما يحدث مع صورة مغبشة لا 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 في جي تاي سيكس واضح جدا ان المرايات الجانبية رح تعمل بشكل جيد وممتاز زي ما تلاحظونها وبما اننا داخلين لداخل السيارة لاحظوا في هذه اللقطة ان السيارة فيها لم بات داخلها كزبرقة وتعديلة وهذا الامر لم يكن موجود لا في سلسلة جي تاي ولا حتى جي تاي اونلاين مما يؤكد لنا انه زبرقة وتعديل السيارات في هذا الجزء رح تكون مميزة ومنوعة ومختلفة عن السابق احد الاشياء اللي ضحكتني صراحة انه روكستار جيمز اضافت الابل باي الى جي تاي سيكس بطريقتها الخاصة وتحديدا في لقطة التريلر الاخيرة هذه زي ما تشوفون علامة الايفروت اللي نعرفها مع كلمة باي مما يجعل الرمز او اللوغو هذا الايفروت باي وهي نسخة روكستار جيمز من الابل بلاي وارجوكم يا اخوان تغاضوا عن لوغو الايفروت وبما اننا هنا طالعوا في هذا الوجه طبعا اول مرة اشوفه حسيت انه الرياكشن هذا تهديدا للشخص اللي يقول what the fuck لكن لما بحث بشكل اوسع التفحلي انه روكستار جيمز فعلا وبجد واجتهاد بحثوا في افلوريدا وفي تفاصيلها واشياءها المشهورة في افلوريدا هناك مطعم مشهور جدا اسمه فلانيجين بيك داديز روكستار جيمز وضعته في جي تي اي سيكس بحكم انه جي تي اي سيكس ستا موجودة في ليو نايدا المستوحى من فلوريدا الحقيقية لكن اسمه في جي تي اي سيكس مختلف بكل تأكيد وهو انكل جاك وهذا هو اللوغو حقه في لقطة الاوشن بيتش درايف وتحديدا في هذا الفريم يظهر شخص ملابسه مشابهة جدا لملابس لانس فانس زي ما تشوفونا لذلك احسموها هل هو تلميح او لا في هذه اللقطة بامكانك رؤية ان داخلية السيارة للادم هذا خربانة لذلك ملصقها بلصق زي ما تلاحظون يبدو ان تنوع السيارات لن يكون فقط في السيارات نفسها بل انه حتى داخلياتها ما بين داخلية صلحانة داخلية نصنص داخلية مدمجة زي حق خوينا على سبيل المثال في لقطة الشاطئ هذه ابغاكم تركزون على الشخص الموجود في الخلف ويب مثل ما لاحظته الادمي لابس ايربودز مرة اخرى نذكر انه هذا الامر ظهر في جي تاي اونلاين اولا ومن ثم في جي تاي اي سيكس الان مما يؤكد لنا فعلا حقيقة انه جي تاي اونلاين هي فار تجارب لجي تاي اي سيكس في لقطة لوسيا وجي سين هذه وتحديدا في هذا الفريم في الاعلى يسارة بامكانك رؤية انه السوبر ماركت يبيع تي شيرتات مكرتنة في كرتون صغير زي ما تلاحظون ومتوفرة بالوان مختلفة واحجام مختلفة كذلك لا نعلم لحد الان لكن من المحتمل انه نقدر نشتري تي شيرتات من سوبر ماركتات جي تاي اي سيكس ولما تنظر لها من هذه الناحية مو السوبر ماركتات في الحياة الواقعية اللي تكون في القرى وطرق السفر تبيع ملابس فيب طبيعي جدا انه السوبر ماركت هنا تحديدا في هذه اللقطة يبيع ملابس وتي شيرتاته لانه في الاساس في خط صريع او قرياء في لقطة التمساح والشركة اللي تطلعوا من المسبح لما تقرب على اللوغو راح تلاحظ انه مكتوب على اطراف اللوغو حماية الحيوانات والسيطرة على الصيد الجائرة لكن لما تطالع في اسمهم واللي هو اوفيشل بوتش وتروح تترجمها تحديدا كلمة بوتش راح تلاحظ انها تعني الشخص اللي يصيد الحيوانات بشكل غير قانوني فكيف اللي يحميها من الاساس هو اللي يصيدها ويضرها نهيكم ايضا على انه اللوغو حق الشركة اساسا ما يعطيك ولا حتى واحد في المية انه شركة تحمي الحيوانات بل يؤكد لك انهم شركة تقتلهم وتصيدهم لانه لما تطالع في اللوغو في تقنيصة سنايبر والطير هذا فنعم يا اخوان عن اي كوميديا سودانة تحدث وعن سخرية ري اروكستار جيمز طبعا احد النقاط اللي لاحظتها في لقطة التفحيط انه مو كل اعمدة الانارة في جي تي اي سيكس راح تعمله بعضها راح يعمل بشكل سليم ومثالي البعض الاخر راح يشتغل ويطفي يشتغل ويطفي الاخر راح يكون طافي كليا زي ما هو ظاهر لكم الان في هذه اللقطة فمن الممكن جدا انه كنت تتمشى في فايت سيتي تخش يعني طريق بدون انارة والممكن انه تتم سرقتك كذلك في هذه اللقطة اساسا لا تستبعد انه المفحطين نفسهم هما اللي خربوا عمود الانارة عشان يطمسون لوحاتهم ويستمتعون بالاحداث بلا اي مشاكل وفي نفس اللقطة هذه كذلك لو ما كنت تعرفون مفتاح منطقة ميامي للاتصالات هي 305 او 305 ونعم مفتاح المنطقة موجود في مختلف المحلات زي ما تلاحظوا منه في لقطة الدودو سيبلين هذه تقدر تشوف انه في واحد في الجزيرة البعيدة هناك قاعد يولع نار ومعروفة اشعال النار في اماكن زي كذا ممكن تكون ممنوعة لا زلت عند قراري ورأيي يا رجال انه المكان هذا مثير للريبة ومتوقع انه يكون بؤرة للممنوعات والكلام الفاضي وموضوع اشعال النار زاد الامر اكثر واكثر اذا حسيت انك تفشت من مبنى المايل هاي كلوب اللي لا زال لحد يومكم يبنى في جي تي اي فيه استعد انك تنجلط زيادة لانه يبدو انه حتى في جي تي اي سيكس رح يكون هناك مبنى لا يزال يبنى والعمال يشتغلون فيه هلا 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 في لقطة محل الكعب هناك شخص يلبس تي شيرت مكتوب في دولز اوف تيستركشن ودولز اوف تيستركشن يبدو انهم رح يكونون احد الفرق الغنائية اللي رح تكون موجودة في جي تي اي سيكس لانه لو تركز تكتر تلاحظ انه هناك مواعيد للحفلات اللي رح يحيونها وفين بالضبط والجميل انه اماكن توقفاتهم كانت لمدن من سلسلة جي تي اي زي ليبرت سيتي في سيتي ولوس سانتوس في هذه اللقطة ابغاكم تركزون على يد الادمي هذا وتحديدا ركزوا على وشمه وتوقعوا يش يا اخوان يب الوشم هذا موجود في جي تي اي اونلاين بل انه تم اضافته مؤخرا مع تحديث الكونتراكت حق فرانكلين مرة اخرى مدري مرة ثالثة مدري مرة سادسة قاعد اقول هذا الجملة جي تي اي اونلاين هي فار تجارب لجي تي اي سيكس كذلك في نفس اللقطة في الاعلى يسار هناك لوحة اعلانية لما يبدو لمشروب في عالم جي تي اي سيكس لكن اللوحة شوية غير واضحة ومغبشة لكن لما تروح لهذه اللقطة رح تلاحظ انه فعلا هو مشروب كحولي واسمه ديغنيتي وسعره 99 سنت في لقطة التريلر الاول واتوقع كلكم ما لاحظته هذا الشيء لكن في الاسلاك هنا بامكانكم رؤية طيور وحمام واقفين على السلك يبدو انه تعديل اللوحات في جي تي اي سيكس رح يكون دقيق وبتفاصيل كثيرة على سبيل المثال ظهرت لوحة في هذه السيارة تظهر فيها رسمة لثعبان ما بين الكلام حق اللوحة السيارة الاخرى رسمة للفلامينغو زي ما تشوفون وفي بعضها كان لونها مختلف ومكتفي فقط بكلمة واحدة زي مثلا كلمة شيتا في حالة السيارة هذه كذلك في اللقطة الاخيرة من التريلر وتحديدا لقطة لوسيا وجيسون هم يخشون البقالة رفسا على الابواب ابقائكم تركزون اول ما لوسيا ترفس الباب ركزوا على التراب اللي يطلع من تحت بناء على عدة لقطاته من الواضح جدا انه جيسون اعسر لانه في عدة لقطات ظهر وهو يشيل السلاح بيده اليسار والارتورك اكد لنا ذلك زي ما تشوفون جيسون ماسك السلاح بيده اليسار وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم وذكرنا اشياء ممكن ما لاحفتها وكذلك اسرار صغيرة وايستر ايكز لم تلاحظها في تريلر جيتا اي سيكس شاركونا اراكم في خانة التعليقات ما بين الاشياء اللي ذكرناها ايش اكثر واحد صدمكم طيب قصنا معاكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك وسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة